بسم الله الرحمن الرحيم فيديو النهاردة خاص بالدياجنوزيس اوف ديابيتس ميليتس بالامريكان جايدلاينز نشوف التوصيات الامريكية في تشخيص السكر بتقول ايه اول حاجة لو انا عايز اشخص عيان سكر طبعا انا هشخصه بارقام السكر بتاعته بالارقام اللي هتطلعلي في تحليل السكر بتاعته طيب انا هحلل للعيان سكر ازاي والله انا ممكن احلله سكر عشوائي في اي وقت من اليوم ممكن احلله سكر صايم والصايم ده لازم يبقى صايم ثمان ساعات على الاقل وممكن احلله سكر بعد الاتل بساعتين تو اور تو اورز بوست برانديال وبعد الاتل يعني هيكون واكل ايه هيكون واخد خمسة وسبعين ميلي جرام جولوكوز يعني خمسة وسبعين ميلي جرام من الجولوكوز متدوابين في شوية مية في ربع لتر مية او في نص لتر مية وبيشربهم او بيبقوا متجهزين في المعمل وممكن احسله السكر لو هو في حاجة اسمها سكر تراكمي جلايكيتد هيموجلوبين هنقولها الوقتي طيب نبدأ واحدة واحدة لو العيان ده ناقس تله السكر العشوائي بتاعه طلع اكتر من متين وهذا العيان معاه كلاسيكال او بيشتكي من كلاسيكال سيمتوم يعني بيشتكي من بول كتير جعان وبياكل كتير عشان وطول الوقت بيشرب ميا كتير لو العيان معاه حجم التلاتة دول وطبعا بيصاحبها لو مع حجم التلاتة دول اللي بنسميهم كلاسيكال سيمتوم خد منه عين الدم في اي لحظة في اي وقت من اليوم عينة عشوائية اسمها راندام بلات شوجر لو طلع اكتر من متين العيان كده تشخص سكر يبقى الراندام بلات شوجر سكر عشوائي في اي وقت من اليوم اكتر من متين والعيان معاه كلاسيكال سيمتوم اتشخص سكر واخلصنا من نامبر وان نامبر تو هقس له صايم هاخد عينة عينة دم من جسمه وهو صايم هحلله السكر اسمه الفاصنج بلات شوجر السكر الصايم بس العيان لازم يكون صايم 8 ساعات على الالال لو السكر الصايم اكتر من 126 ده سكر بس لازم يتم تأكيد السكر ان انا اخد له عينة اخرى يعني عينة تانية بعد يوم تاني يوم او تالت يوم يعني العيان يصوم النهاردة 8 ساعات واقس له السكر الاقيه اكتر من 126 واصبر عليه يوم واثنين واخد له عينة تانية ولقيه اكتر من 126 وهو صايم 8 ساعات يبقى ده كده سكر يبقى الفاستنج بلد شوجر اكتر من 126 في 2 سيبرت سامبل عينتين منفصلتين في يومين منفصلين طيب تالت حاجة شخص بها السكر يعني هاخد عينة من هذا الشخص اللي هي عينة السكر الفاطر بعد الاكل بساعتين يعني بعد الاكل بساعتين وقلنا هيكون واكل ايه؟ هيكون واخد 75 ميلي جرام جولوكوز يعني اصنع ما بنعمل اختبار اسمه يعني ازاي العيان جسمه بيتعامل مع الجولوكوز هنبقى نقوله بعدين انسى الو جي تي تي دلوقتي اعرف لان التو اور بوست برانديا للعيان بيبقى واخد 75 ميلي جرام جولوكوز دي سولفد ان ووتر متدوابين في مياه وبعد ما ياخدهم يقعد ساعتين وااخد عينة دم احللها الاقيها اكتر من 200 واقعدها تاني في يوم تاني الاقيها اكتر من 200 كده بقى سكر يبقى التو اورز بوست برانديا الاكتر من 200 في 2 سيبرت سامبلز يبقى الراندم هنراجع الراندم العشوائي بتاع العيان اكتر من 200 ومعاك لازيكال سيمتومز خلاص بولي يوريا بولي فيجيا بولي ديبس يبقى كده العيان تشخص انه سكر وبحتاجش ااخد عينة تانية في يوم تاني العيان الصين بتاعه بعد مصام 8 ساعات اكتر من 126 وااخد عينة تانية سيبرت سامبل في يوم تاني اليها اكتر من 126 العيان كده تشخص ايه سكر العيان التو اورز بوست برانديا بتاعه بعد الاكل بساعتين طلع اكتر من 200 وااخد عينة تانية في يوم تاني تسيبرت سامبل على ايه اكتر من 200 اكتر من او يساوي 200 سكر طيب تالت حاجة او السكر التراكمي السكر التراكمي لو اكتر من او يساوي 6 ونص فعينة خدتها من العيان اشك انه سكر اتأكد ازاي العينة اللي طلع فيها السكر التراكمي اكتر من 6 ونص يعني في نفس العينة في نفس العينة دي اقس له فيها الصايم او الفاطر او التراكمي او العشوائي لو لقيت العشوائي عالي او الصايم عالي او التو اورز عالي وال عالي في نفس العينة يبقى العين ده تشخص ايه سكر نرجع تاني مع بعض عشوائي اكتر من 200 ومعاك لاسكة السيمطوم سكر صايم اكتر من 126 في تو سيبرت سامبل سكر بعد الاكل بساعتين اكتر من او يساومتين في تو سيبرت سامبل سكر السكر التراكمي جلايكيد هيموجلوبين اكتر من 6.5 سكر بس الملحوظة هنا ان ده الجلايكيد هيموجلوبين او السكر التراكمي اللي بيقسمه عدل السكر خلال 3 شهور اللي فاته not used alone ما اقدرش اشخص به سكر لوحده بالسكر التراكمي لوحده يعني لو عيان لقيت السكر التراكمي بتاعه اعلى من 6.5 لوحده ما يشخص سكر لازم احتاج معاه abnormal fasting او two hours او random blood sugars يعني العيانة بالبلد جدا خدت عيانة من العيان عملتلوها فيها السكر التراكمي بتاعه طلعت سكر التراكمي اكتر من 6.5 لازم تعمل على نفس العيانة صايم او فاطر او عشوائي لو لقيت الصايم او الفاطر او العشوائي في نفس العيانة عالي والسكر التراكمي بتاع العيانة ده عالي تشخص كده سكر اهو HbA1c in one sample زائد abnormal random blood sugar او fasting blood sugar او two hour post brandial في نفس العيانة اللي انا اخدتها ده يشخص لي سكر كده اخدنا التشخيص ولسه في فيديوهات توضحية عن السكر التراكمي والأورال جولوكوستول رانستيست ويبقى انت كده بس لازم تحفظ هذه الارقام زي ما هي مكتوبة كده الله يرضى عليك لان دي مهمة جدا 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 في التشخيص اهو هعمل لعيقه احنا مشين مع بعض اهو عشان ايه لو عايز تلاجع معايا كده او تكتب ورايا تحياتي دكتور محمد رجب ونلتقي في فيديوهات اخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله